كان فيه رأي لوليد جملاط إذا عم تقول أنت ما شايفه الحجوة في إصافة وإذا ما صار اتصال أنت عم تقول هيك يعني جريت الأقبار تقول أنه لا أتأه لا لا ما شايفه فيه موقف كان لوليد جملاط خليدا نقول بالموضوع الرئاسي التحديد وخاصة أننا هلأ فيتين على استحقاق رئاسي ورح تبلش يعني الرئيس بيري رح يدعي للجلسات الأسبوع المقبل طيب بهالموضوع تحديدا عم بيقول أنه ما فيه إمكانية لسامير جعجع ولا لجبران بسيل أنه يعمل رئيس جمهورية ووضع سليمان فرنجي بيشوفه منه سهل ما بأي فكرة أو مسلسل وصول قادة الجيش إلى رئاسة الجمهورية وعم بيقول بدنا حدا بيشبه ليس ساركيس وصار فيه تلميح لحدا أنه هو يعمل بالشأن السياسي وكان موجود أو شارك بالحكومات السابقة فهذا البروفايل هلأ ما بعرف مين هالبروفايل اللي بيشبهه ما سمى شو رأيك من موقع؟ هلأ خيط طربوش بك تشوفي الراس يعني هلأ موضوع ساركيس أكيد بحاجة نحن لرجل بنظافة اليس ساركيس وبنظافة كف اليس ساركيس وقلب اليس ساركيس أنا اللي بعتبره من أهم رؤسة الجمهورية اللي إجه وعند بيضاف اتجاهه لأنه لأنه هو عمل هذا الخزان خزان الدهب خلينا نقول لدولة لبنانية هو من أنظف الناس يعني هذي ناس نادرين يعني ليس ساركيس سليم الحص في ناس نادرين مردو بس كان المأخذ وقته على ليس ساركيس أنه ما كان هيدا ما كان فؤاد شهاب يعني ما كان هذا الرجل الحاسم لا لا عم بحكي بالسرامي أهم من فؤاد شهاب ليس ساركيس في وشيحكم كان فؤاد شهاب بظروف ليس ساركيس إجا بحرب البلد منقسل أصلا ما كانوش لوما الدبابات السورية مقدروا أمنوا له محلتين تخبوه وبعدين بلد منقسم وما في جيش وما في مؤسسات وما في وقدر اليس ساركيس مرقنا ست سنين يعني هلا بس لا اليس ساركيس بالعكس أهم من فؤاد شهاب أنا ما تبقى مين هلا اللي ممكن يكون عنده هيدا البروفايل برأيك يا أختي المطروحين أساسيين واضحين اليوم يعني فيه اليوم سليمان فرنجي وفيه جوزيف عون جوزيف عون يتمطع بنظافة كف يتمطع بمصداقية قدر مرق الجيش ثلاث سنين بأصعب ظروف ما طلعوا من الشارع حرام بعده تخيلي أنت خمسة وستين سبعين ألف عسكري بس تنفروا بالانتخابات تغيب سبعين واحد أنت كتا عم تشيد أنه ما زالت بعد الطبابة العسكرية بالجيش اللبناني قائمة يمكن هيدا من الأشياء الأساسية لسبتت بعض العسكر بالهاب بس هون بهيدا النقطة تحديدا يأخذ على أو يأخذ خصوم أو يلي مش راضيين على قائد الجيش يأخذوا عليه فكرة أنه عم تشحد مصاري للجيش المساعدات عم يجي مساعدات من الأمريكان بس تقول لك شاغلي اجت قطر تبرعات مشكورة إيش والمشكليين مشكورة قطر على التبرع اللي بيمرقنا ستة شهر هلأ تنحل القصة وكل عسكري بياخد مئة دولار طيب ما فيه هاودي اللي بيعلقانين بالكونغرس الأمريكي طيب ما مشوا بعض له هلأ شي علقانين بهاللجني شي كذا شو بينطر العسكري بيعرف شو اللي صاير يعني بدوا حل مشكلته الزلمة لا بالعكس وأنا حتى المساعدات الأمريكية أهلا وسهلا فيها شو وين المشكلة ما هلأ عم نقول نحنا بنجيب فيول إيراني ورحبوا فيها كل اللبنانيين بطلع بقول لهم لا بدناش مساعدات للجيش من الأمريكين كيف الحكي لا أهلا وسهلا شو المشكلة المشكلة مقلوبة بالعكس أهلا وسهلا بكل المساعدات من وين ما كانت تتكون عندنا مئة وستين مليار دولار طارو طب خلاص شو بنعمل طارو طارو خلاص يعني قاعدين عم نبكي على الميت خلاص مات مات خلينا نفكر بالشي تاني اليوم كمان إضافة إلى الإسبانيا اللي ذكرتو سلمية فرنجية وقائد الجاي اليوم مطلوب أنه بدي كفيلك إذا بك تحكي بشي أنا طرحت مثلا الأستاذ إمير رحمة أنا طرحته بشكل جدي لهذا الموضوع لأنه إمير رحمة لا ينقص حزب الله ما بنقص جبران بسيل ما بنقص سليمان فرنجية كمسيحيين علاقته كويسي بكل أطراف السنة من الرئيس الحريري للآخرين الشيعة الرئيس نبي بري برحب فيه ما بنقص جملاته الكتل الأساسية في مشكلة مع سمير جعجع تنحل يعني كمان دكتور جعجع يعني أنا يعني أنا رغم كل الرأي بسمير جعجع كل أراء الناس بس بس بحسوا عم عم يتوجه تيكون رجل مؤسساته دولة يعني كمان يمكن التجربة الماضية يستفاد منه تحت تلك اللي يعمل لك بس ما إلو حظ يعني بدأ تصير إسرائيل ببيروت تحت تلك اللي يكون إلو حظ وما إلو حظ أعرفت كيف سليمان فرنجية إذا بتقليلي رأيي أنا بتمنى أنه يمشي سليمان فرنجية ولكن في عقبات جدية بعض أول شيء المطلوب أنه مثل ما فهمنا ومجموعة لقاءات اليوم يحكى أنه فيه اللقاء يلي صار دعا وقتل دعيهن سمحت السيد على الإفطار وهلأ يحكي أنه عم تترتب مجموعة اللقاءات أنه يقدروا يوفقوا بيناتهم شو دور وأموها بهذا الموضوع؟ لأنه فيه معلومات بتقول أنه عم بتقوم بمسعة بين جبران بسيل وسليمان فرنجية أتمنى أنه تضبط بيناتهم ويأتي الوزير الفرنجية يعني بين سليمان فرنجية وجبران بسيل أنت بتختار سليمان فرنجية؟ ما في حظ هلق لجبران وهو ما بده على فكرة هو ما بده يعني ما يعتبر إذا إجا رح يكفي الحرب لأن عملت على الجنرال عون رح تكفي عليه من هيك ما بده مش إنه مش إنه هو يعني عب يتغنج بهالموضوع حاسم بهالقصة عرفتي كيف؟ بس هو بده يكون شريك طبيعي لأنه بالأخير أكبر كتلي مسيحية بده يكون شريك أي بس هلأ بدك شوف مفهوم الشراكة أوكي الأمر الثاني شريك شيء والبغضة والتأشيرة شيء تاني سليمان فرنجية فيوش يكون مدفيدف عن بوتين يعني هي محسومة سليمان فرنجية بالأخير لا بيقبلها ولا بتفرقش معه بالأخير بالبطة يعني القصة سليمان فلا بس عمنا بنعمل صيغة جدية وأنا كنت تطرحي ممكن من خمس سنين طرحته معي بقتها إنه سيد لازم يجمعهم ونحل هالقصة بيناتهم وفي مصلحة في مصلحة تنحل هذه المسألة بيناتهم حملك جبران بسيط شي رسالة ما رح قليك شي ما رح قليك شي ما فيك ما تقليك ما فيك ما تقليك